لقطة اليوم كانت لللاعب البورسغالي كريستيانو رونالدو وطارق حامد لاعب وسط منتخب مصر وفريق الاتحاد بعد أن قامت دونا بمروغة اللاعب طارق حامد اللقطة التي أحدثت دشرة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي عندما مر رونالدو من طارق حامد في مباراة كلاسيكو النصر والاتحاد بالدور السعودي للمحترفين بعد مراوغته بين قدمي الدوري المصري جماهير النصر قامت بالسخرية من اللاعب طارق حامد واستغلت الجماهير هذا الأمر من خلال تعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت أبرز تعليق للطون أنه أدى لطارق حامد قنطرة صغيرة لن ينسى كانت مباراة جد مهمة خاصة أنها كانت تحدد متصدر المسابقة حيث يحتل النصر صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بينما يأتي الاتحاد ثانيا ب41 نقطة لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بخدفين مقابل لا شيء